ترجمة نانسي قنقر علشان انا ما عنديش وقت للفرهبة حجنا ما هنعرفش نجيبه ولا بالرجال ولا بالسلاح موال بي ايه؟ وانت مجمعنا احنا التلاتة علشان نقعد ندع عليهم واحنا كده كده لازم ندع عليهم بس حجنا مش هياجي غير بالكارت اللي ما بيخيبش ويهي بقى الكارت اللي ما بيخيبش ده؟ انه بجمعنا حد من جسر العطارين اه نخطفوا ونخربشوا خطف شرعي اتنين اخوات طالعين مع بعض عادي يعني ما فيها الشبهة انت استخدمت الكارت اللي أبني كده ما نفعش انت خطفت سلمة في الاخر ايه؟ خسرت برضه انا ما خسرتش انا كنت لسه طالع من السجن وبلعب كنت عاوز اقولهم ان طلعت اعمل نمرة يعرفوا بيها ان انا ليه حج عنديهم اما دلوك عاد انا جاي علشان ااخد الحج ده يا انت من اخر كده عشان بفهمك صح عاوزنا نخطف واحد فيهم ونسلمه لك اسم الله عليك المهمعات مين هو الحده؟ وياريت يكون اسهل حد فيهم زي ما قلتلكم انا ما عنديش وقت للفرهدة حازم حازم يعني انت جيت على المشهول اللي فيه ومكرارات تتعمل الراجل؟ ايوه عشان هو مشلولي هتحطه هنا يتحط هتحطه هنا يتحط ما هو جالك ما بيحبش الفره ده انا كمان شايف ان هو ديه المطلوب ها مين فيكم اللي هينفز؟ اهو الوات ده بقى بالذات حازم ده مفيش بينه بينه اي سكة محبوش يفجع على بركة الله انت اللي هتنفز يا عزي ماش معنى ان يتحقق معايا وخرجت يعني الموضوع خلص لسه في قضية شغالة انا مش فاهمة بس احنا احنا ازاي ما خدناش بالنا من البنود اللي مكتوبة في العقود دي بص يا ياسمين انا متأكدة ان القنون مش سطح للدرجات دي واحنا نقدر نسبك ان التلعبات المالية اللي كانت موجودة في المجموعة مالهاش اي علاقة بعمليك بها المجموعة سواء اندماج مش باع وشارع وبرده مش هيبقى لينا اي علاقة وانا شايفة ان الحل الوحيد ان احنا نشوف اي مكتب محاسبات من برا مصر وفيه في انجلترا مكاتب كتير متخصصة في الموضوع ده ايه نانسي ايه نانسي ايه ات؟ طيب خليت فضل ادف مكتب يا اسمين اللوح تكتني حانيا يكلمو كشو anda اهلا زيك يا اسمين خير يا اياد عموماً قال لي الفايل ده في المستندات ممكن تغير موقفكم في قضية عبد الحميد بي المستندات اللي جوه تخصصية شوية يعني ممكن لو قرتيها ما تفهميش اي حاجة بس لو وديتها لمحامي بتاعك هو هيعرف استخدمها ليه ليه ايه ليه بتعمل كده اياد بحاول اسعلك يا اسمين تفاكر انك لما تساعدني في قضياتي مع عمي عبد الحميد هتدوي الجرح لو جبتلك المجموع قلات تحت رجيك عارف انك عمرك هنسامحيني عن الجرح ده كويس انك عارف توفرت علي كلام كتير قوي ما كنتش عارفها اقوله ازاي ولا هقوله ليه اصلا بس بما ان دي مساعدة منك يبقى انا لازم اقولك شكرا 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 بقبلغوني هتعملوية جوام احنا مش متفقين مش قولنا مش هنيجي غير في ان ما اتفقين على ناما ليه اه اتفقنا اوه انت بقى جاي هنا ليه ايه ده بفهمني ردوان ده اخيط وحش وله هو كان يقدر على عائلتنا ما كانش حتاج لنا اصلا عائلتنا انت لسه هنا اتب انا هقولك حوار ردوان ده ايه ردوان ده هعمل زي طاقة القادرة اللي تفتحت لنا والمطلوب مننا لو انت انا نعرف ما ياخد الى من يقدر عني ده يا ابني تبصت تحت رجلك ليه انت اكتر واحد المفروض تكون حاسس يعني انت محتاج اهل وعزوة عزوة ايه عايز هو انت انسيت دخالة العيلة دي ازاي ولا فكرك ده ما نسيتش ولا حاجة بس اللي اخطط له عشان اخشها العيلة اخطط منه بكتير مش محتاج اخطط تاني وهخطط تاني ليه عشان ايه اصلا اقولك عشان هي عشان تمن الحرمان اللي انا وانت عايشنا فيه لو انت مش عايز انا عايز فكر فكر اول مرة يتجفل علينا فيها باب كان عبدالله هو اللي متجوزنا غزبنا عننا كنا متجوزين غزبا عننا بس دلوقتي بنفاصل بمزاجنا كنت اول واحد بتلجقي له حتى قبل الجواز وعمري ما خزلتك بس دلوقتي خزلتني قيرتني ما استنيتك بس انا ما فيش في جلبي غيرك منور يا جميل العطارين ده نورك يا مكبير العطارين حبيبي تسلم يدك ام اسلامني يا دنايا ايه وليلي عامل ايه مع الرائد فتح طيب ومن حلال وغلبان واخد الدنيا جحك وهزار بس بيله بينك لما الدنيا بتقفر في وشه بيعجز يجي 30 سنة مرتاح ام مرتاح طول ما انت مرتاح وان شاء الله ربنا هيكرمك بعيل وترتاح لراحته زارة ام ربنا مش رايد ليه يا ابني بتقول كده ده انت العمر لسه قدامك بفكرة تبنى حتى تعيل ما اكسب فيه سواب ويملع البيت علينا وراه اسبر شويه ودعي ويقول يا رب تفتكر ربنا هيابل وليه لا هيابل ده ربنا كبير كبير قوي واكبر من كل حساباتنا هاصبر ام هاصبر والليه نصيفي اشوفه ان شاء الله يا حبيب بتشيكش اهم ابدا حبيبة عمري وبوزي وابو ابني وصحبي لوحيد اكيد انت عارف اني لو فضلت عمري كله اكتب لك انا قد ايب احبك مش هخلص وكمان عمري اصلا ما بقاش فيه وقت كتير كان نفسي قوي اعملكم حاجات كتير كان نفسي اشوفك وانت بتترقى وبتتكرم على نجاحك وحبك لشغلك كان نفسي قوي اشوف كريم بعد ما يتخرج وكان نفسي اشوفه هو عريس وكان نفسي اشوفه هو كمان اب اكيد كان هيبقى اب احنا ينزى هيك انا خايفة على طريق او يا شهد محدش بيعرف طلباته غيري وهو كمان مش بيعرف يعمل حاجة لنفسه ده غالبان او يا شهد انا دلوقتي مش موجودة في الدنيا يا طارد لكن انت لسه موجود فيها والدنيا لازم تتعاش عشان خطري يا حبيب ما تخليش حياتك تقاف عنتي حياتك صعبة وشغلك صعبة وانا عشان ابقى متطمن عليك عشان خطري انت لازم تتجوز عشان خطري انا واثقا انه مفيش حد في الدنيا يعرف ياخد باله من طارق وكريم غيرك يا شهد علشان انت مش غريبة عنه ولا عن كريم مصدقيني مع العشرة هتحبي طارق لانه طارق والله فعلا يتحب لكن انا برضو سايبالك حرية الاختيار كل اللي بطلبه منك بس هو ان انت تفكري كويس وايا ان كان قرارك يا حبيبي ايا ان كان قرارك لازم توعدني انك تخلي بالك من شهد شهد ما كانش لها حد غيري ودلوقتي ملاش حد غيرك وخليك دايما فكرة اني بحبك انا بجد مش قادر اصدق ازاي عمي عبد الحميد بالسهولة دي قطنع ان هو يتنازل انت عارفة بقى عمك سليم ليه الطرق بتاعته يا ترى دي طرق مشروع والله طالما بتجيب نتائج تبقى مشروع وبعدين اللي زي عمي عبد الحميد دول اللي عادي كده يأكل ما الولاد اخوه تعامل معهم ببقى بطرق تانية خالص وليها قانون تاني بس انا حاسة ان الايام بتتغير فعلا يحيى حل الازمة المالية اللي كانت عندنا وعمي عبد الحميد تنازل عن المجموعة كأنه حلم حلوة او الحلم ده بقى انا عايزك الفترة الجهة تركز ان المجموعة دي ترجع زي الاول واحسن وتشوف مين هيعمل ايه بالزبط الفترة الجهة صعبة وكل اللازم يبقى ايد واحدة ومش كل ايد تتمدلنا بالسلام نصدق رودي هاني طب مني يا دكتور للأسف احنا عملنا التحليل في ثلاث معامل مختلفة والنتيجة واحدة سيف بها العزازي مستحيل يكون ولد خضرتك انا عزازي الحمدلله على السلامة يا سيف بيه الحمدلله على السلامتك فين الرجالة وتامين بس يا سيف بيه امن حاجة نكتبه معانا الواحدة اللوقات احنا مش ضمنين مين معانا ومين علينا والله يا ميرا مش من ضمن لها خالص خير ان شاء الله رئيس انا اول ما بدوني ادائت ملقيتش حد غير كجر علي وكلمويا انا مش عارفة عامل ايه طب اهدي بس وفاهمين التحليل قالت ايه التحليل اكدت كلام الدكتور يعني مش عارف مش عارفة يعني مش عارفة تصرف انا عيشت اقوملي كل مملوكش غير ان انا بنت سفل عزيز عيش قوية ومطمينة عشان بس بنت تغير بادوكش